أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أولى صعيدة شنغريحة بالقطاع العملياتي جنوب شرق جانت بالنحية العسكرية الرابعة على تنفيذ تمرين التكتيكي بذخرة الحية ووفق ما جاء في بيان لوزارة الدفاع اليوم فإن التمرين التكتيكي المنفذ بذخرة الحية يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدة القطاع العملياتي لجانت ومدى قدرتها على تنفيذ المهام القتالية المحتملة والتحكم في العتاد القتالي ومنظومات الأسلحة الحديثة كما أن التمرين التكتيكي يهدف أيضا إلى التدريب القادة والاركانات على التحضير للقيام بالدفاع بالإضافة كذلك إلى التطوير معارفهم في مجال التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جوية المعركة الحقيقية